أكد وزير الخارجية بذر عبد العاطي الأولوية التي تليها مصر لتعزيز علاقاتها مع الدول النامية وخلال لقائه مع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراقة من أجل التنمية بحث وزير الخارجية الجهد التنموي الذي تقوم به مصر من خلال الوكالة المصرية للشراقة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل في كافة المجالات كما أكد عبدالعاطي حرص مصر على الاستجابة للاحتياجات العادلة للدول الأفريقية من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة في تبادل المعارف والخبرات من خلال إرسال خبراء وفنيين مصريين لدعم الدول الأفريقية في تنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة